لما ادخل من جديد هنا يقول لي اختار الخطة طبعا كما تشاهدون اذا عملت التالي هنا هنا عندي ثلاث الباقات الباقة الكبيرة ب 61 ديال والقياسي ب 43 والاساسي ب 32 ديال اختار الاساسية بعدين هنا اعمل التالي بعدين هنا اخر خطة التالي اقوم باعدة العضوية طبعا هنا ايش عندي هنا عندي ايما ادفع بالبطاقة ايما ادفع فاتورة عن طريق الجوال ايما رمز الهدايا انا سوف اختار رمز الهدايا بعد ذلك اذهب لنفس الموقع هذا الموقع الشراء الهدايا كما تشاهدون هنا عندي نتفليكس اه هذي ابو 100 ريال هذي ابو 100 ريال اذا اشتركت في باقة 32 ريال يعني بتجيب لي ثلاثة شور وشوية انا بقوم بشراء هذه ابو 100 ريال طبعا فيه فئة اكبر ابو 150 بعدين اعمل هنا شراء هذي برضو فاتورة ثانية ما فيها كود الشحن البطاقة لازم انتظر عشان كود الشحن جيني هنا كما تشاهدون هذه الرسالة اللي فيها فاتورة الشحن بطاقة الشحن كما تشاهدون بطاقة الشحن تظهر كده هذا الخط اللي في الوسط كده هذا هو بطاقة الشحن اللي تكون من ارقام وحروف اقوم بنسخه كده بعدين اروح لنفس الصفحة هنا بعدين اعمله لصق احذف الفراغات بعدين اعمل استيراد هنا اعمل الفراغات هذي اشارات المنور ايو بعدين تحقق اضيف مبلغ 100 ريال كما تشاهدون هنا عندي يقول لي اضافة وسيل الدفع احتياطي اعمله تخطي مراجعت بياناتك اضيف مبلغ 100 ريال عندي الاشتراك ب32 ريال شهرين بعد نفاذ الرصيد الخطة الاساسية لا توجد وسيل الدفع هنا بعد ذلك اعمله موافق وهنا بدأ العضوية مرحبا بكم في نتفليكس لقد بدأت عضويتك وارسلنا التفاصيل بالبريد الالكتروني الى العنوان التالي بعدين الخطوة هذه اعمل التالي بعدين هنا عندي اسم طبعا هذه اسماء الملفات اذا اردت اضافة اسماء ملفات هنا اعمل هذا مثلا الملف الاول هذا الملف الاول هو الرئيسي هذه الثاني الى اربع الملفات العادية استطيع تخصيصها لاي اشخاص كل شخص باسمه هذه الخطوة هذا الخطوة يسألني اذا كنت اريد تخصيص اي ملف من هذه الاطفال انا ما عندي اطفال اعمل التالي هنا بعدين سألني اللغة التي استخدمها عربي انجليزي اي شي انا اختار العربية طبعا هنا بعد المشاهدة لانجهز من تغلب الأغامر